موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة الصف الرابع الأدبي نلتقيكم في درس آخر جديد من دروس الرياضيات لمادة الكورس الثاني وسنبدأ على بركة الله في الفصل الثالث اللي هو حساب المثلثات راح يرافقنا اليوم درسنا الأستاذ المشرف التربوي الأستاذ عبدالله عمر هندي حياك الله وإياك أستاذ عبدالله أهلا أستاذ هيثم وحياك الله وبركاته فيك المشرف الاختصاصي معكم عبدالله عمر هندي أستاذ هيثم وليس التربوي التربوي يختلف عن الاختصاص على رأسكم ولا فرق كل العناوين محترمة ولكن لأجل التأكيد ولكي يطابق العنوان مع السابتات الموجود في الأسفل على العموم طلبتنا العزاء طلبت الصف الرابع الأدبي أهلا وسهلا بكم سيقدم لكم الأستاذ المحترم أستاذ هيثم فقرة أو موضوع حساب المثلثات فتتفضل أستاذ العز حياكم الله صاحب طبعا طلابنا العزاء أول ما راح نبدي بحساب المثلثات راح نتعلم الزاوية راح تقول لي أستاذ شنو يعني الزاوية وإحنا دارسين الزاوية من الابتدائية الزاوية هي عبارة عن تتكون الزاوية من شعاعين مشتركين في نقطة بدءهما أي عندي شعاعين هذول شعاعين مشتركين في نقطة البدء كأن يكون هذا الشعاع الأول هذه هي نقطة البدء إليه وهذا الشعاع الثاني وهذه هي نقطة البدء إذا اشتركوا الشعاعين في نقطة البدء إذن راح نسميهم نسميها بالزاوية هذه الزاوية طبعا راح نأخذ شكل وتباو على الرسم أمامك هذا الشكل هنا فالشعاعين شو راح نلاحظ الشعاع الأول نسميه شعاع بي سي والشعاع الثاني نسميناه شعاع بي أي ذوله مشتركين في نقطة البديء هذه راح يصنع لي زاوية اللي هي هذه راح تكون عدي الزاوية اللي راح نتكلم عليهم طبعاً هنا نقطة البديء اللي هي بي راح تسمى برأس الزاوية لاحظ ويانا هنا عنا عدنا رمز الزاوية شنرمز للزاوية البعض يرمز للزاوية بالرمز هذا الشكل زاوية اي بي سي اللي هو دائماً الرأس راح يكون وين بالوسط كذلك ممكن بالمنتصر زاوية سي بي اي راح تفرق عن الزاوية هذي لو نفسه لا هذه نفسه هي او رمز اخر للزاوية اللي هو امامك بهذا الشكل زاوية اي بي سي كل هذه هي رموز للزاوية اذا سعرفنا الزاوية تتكون من شعاعين الشعاع الاول بي سي الشعاع الثاني اللي هو البي اي الثين هم لهم نقطة بدء مشتركة تسمى برأس الزاوية الشعاع الشعاعين دولة شن نسميهم يعني الشعاع البي اي والشعاع البي سي اللي هم اسماء ايضا تسمى بظلعي الزاوية إذن هذه الزاوية لها أضلاع اللي هم عبارة عن شعاعين الشعاع الأول الظلع هو البي سي والشعاع الثاني هو الظلع اللي بي ايتسمى أضلاع الزاوية والبي قلنا راح نسميها برأس الزاوية بعد ما اتعلمنا على الزاوية هذه الزاوية نعرف عادة مثل دراستنا بالثالث المتوسط وقبل حتى بالمرحلة الابتدائية انقياسات الزاوية بعض الزاوية تقاس كان يكون الزاوية قياسها 30 درجة زاوية قياسها 45, 60, 15, 90 درجة, 180 درجة هذا القياس شنسميه؟ هذا يسمى بالقياس الستيني أو الدرجات العملية هسه راح نأخذ التقدير الدائري لقياس الزاوية هاي الزاوية راح نقيسها أو نقدرها بتقدير آخر يسمى بالتقدير الدائري هذا التقدير لاحظ يوجد نظام لقياس الزاوية يسمى بالتقدير الدائري اللي هو الراديان وجر معنا تسمى الوحدة القياس فيه بالزاوية النصف قطرية هناك كانت وحدة القياس عندنا نسميها الدرجات هنا راح نسميه وحدة القياس البيه بالزاوية النصف قطرية هالي شو راح نعرفها الزاوية النصف قطرية الزاوية النصف قطرية وهي قياس للزاوية التي إذا وضع رأسها في مركز الدائرة وقابلها قوس طوله مساول لنصف قطر تلك الدائرة يعني لاحظ هنا عندنا زاوية وضعنا رأس الزاوية في مركز الدائرة قابلها قوس اللي هو القطول القوس هذا يسميه L مساوي الى نصف قطر الدائرة اللي هو R هذي شو راح نسميها راح نسميها زاوية نصف قطرية أي بمعنى هذه الزاوية حاليا اللي يعدني هي بالزاوية النصف قطرية لاحظ عمامنا أحسنت هذه هو الرأس خليناه بمركز الدائرة الرأس في مركز الدائرة هذا طول القوس هو L هذا الـ R هو نصف قطر الدائرة هو المسافة من المحيط الى مركز الدائرة إذا كان الـ L يساوي الـ R فهذه تسمى بزاوية نصف قطرية بمعنى الزاوية تساوي زاويةين قطريتين راح يكون الـ L ويساوي 2 من الـ R يعني تكون بهذا الشكل راح تكون قدنا الـ L هنا نقاوس يساوي 2 R راح تكون قدنا زاويتين قطريتين أحسنت صاحا هذي هذم خلينا هنا شوي نوضح بعد للطالب نعم صاحا أخذ لي R L استاد هيثم بلز أخذ 1 باعتبار 1 سنتيمتر يعني هنا نعتبر الـ L واحد سنتيمتر نعم طلبة الأعزاء هسا المفروض الار يساوي واحد هنا أيضا الار راح لازم يساوي واحد سنتيمتر هنا معناتها عندي القوس هنا الزاوية ثيتا مقاسة زاوية نصف قطرية زين مدلي شوي القوس خلي لي اخذ لي اير مثلا اثنين زحم ان شاء الله متعب علي لا 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 نغير اللون شوي خلنا اخذ الاثنين خلي هايكون بهذا الشكل كان يكون بهذا الشكل اي نعم الاثنين راح يكون عندنا الال يساوي اثنين الار بقي واحد الار بقى واحد هسا هناش قد صار هنا الثيتا مالتي زاويتين قطريتين نصف قطرية زاويتين لكن لو اخذتها الال واحد ونصف يعني اصغر شوي القوس راح اصير واحد ونصف واحد نصف زاوية نصف قطرية قياسا لنصف القطر فهذا الريد توضح وشكرا للك ستادي ننتقل الى قياس الزاوية المركزية مقدرا بالتقدير الداري عادة ما الطالب يسأل يقول لي يعني هسا شراح اكتب لي اكيد يتعامل يريد يتعامل ارقام او يشوف شي شون يقيس متى ما نكتبها ستين درجة نكتبها مصطعر درجة هنا شون راح تكون بالزاوية النصف قطرية هنا حتى نطلع قياس الزاوية نجد قياس زاوية مقدر بالتقدير الداري فانت راح يقول تستعتمد على هذا القانون اللي هو طول القوس المقابل لها على نصف قطر الدائرة يعني قبل قليل قلنا طول القوس هو L نصف قطر الدائرة هو R عادة ما احنا الزاوية نرمز لها بالرمز ثيتا اذا راح يصبح ثيتا يساوي L على R هذا هو اللي راح يكون انه هو هذا القانون اللي يجاد الزاوية مقدرا بالتقدير الدائري اي بالزاوية النصف قطرية بعد ما وجدنا القانون عرفنا القانون شون راح نوجده العلاقة بين هذه التقديرين يعني هسا احنا عدنا زاوية مقدرة بالتقدير الستيني وزاوية مقدرة بالتقدير الدائري شنو العلاقة بين هذه التقديرين يعني شون اقدر احول من ستيني الى دائري او من دائري الى ستيني خلينا نشوف العلاقة اللي راح نستخدمها هذه العلاقة هي اهم علاقة راح تستخدمها بهذا الموضوع بالتحويل ما بين التقديرين ما بين الستيني والدائري اللي هي الثيتا على دي تساوي باي على مية وثمانين. راح تقول لي استاذ شنو دي وشنو المية وثمانين يجي واحدة. الثيتا هو القياس بالتقدير الدائري. الدي هو من الدقري أي التقدير بالدرجات اللي هو هنا بالتقدير الستيني. الباي مثل ما تعرف هو الغمز. زاوية صراحة نعرف دعات قديش قيمة الباي والمية وثمانين درجة. هذي ثابتة بهذا الشكل. هذا القانون راح يخدمني. يوجد للعلاقة بين التقديرين. أكيد بما أنه صارت عندي علاقة راح يطيني أمثلة من هذا النوع راح يقول لي حول. ش راح نحول؟ حول أما من القياس الستيني إلى الدائري أو من القياس الدائري إلى القياس الستيني. خلينا شوف أليف حول أربعين درجة إلى التقدير الدائري. يعني هسا من راح نجي نريد نعوض هنا راح يصير أن الثيتا هو المطلوب التقدير الستين اللي نعطينيه هو أربعين يساوي باي على مية وثمانين. معناها بهذه الطريقة. نعم. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. أي بمعنى هذا القانون كتبنا. عوضنا بالقانون صار باي على مية وثمانين ساوي ثيتا على أربعين. هس هنا أنا بعد التبسيط راح نحصد أن راح يطلع عنه 100 وثمانين باي تساوي 180 ثيتا عفواين 180 ثيتا تساوي أربعين باي إذن ثيتا تساوي أربعين باي على 180 بعد الإختصار هذا بي 2 هذا بي 9 راح يطلع عندنا اثنين باي على تسعة مثل ما واضح. يدامك ان الثيتا تساوي تو باي على تسعة. واضح هنا انا? اذا هسا هنا هذا المثال الاول حولنا من الستيني الى الدائري. خلنا نشوف مثال اخر حتى نشوف معلوماتنا به. ايضا يريد خمسة وسبعين درجة حول الى التقدير الدائري. ايضا الخطوة الاولى راح نكتب للقانون. هذا نفسه نزلنا. قانون لاحظ هذا نفس العلاقة نزلناها. بعدين نحوض مكان خمسة وسبعين درجة. مكان الدي اذا باي على مية وثمانين ثيتا على خمسة وسبعين. ايضا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. اذا مية وثمانين باي. مية وثمانين باي. تساوي. مية وثمانين تساوي خمسة وسبعين باي معناها الثيتا تساوي خمسة وسبعين باي على مية وثمانين. طبعا بعد الاختصارات راح نحصل على الثيتا تساوي خمسة باي على اثناش. هسا حولنا الاربعين وحولنا الخمسة وسبعين. خلي نشوف بعدش عندنا من التحويل. ايضا انه اثنين بوين ستة باي. الى التقدير الستيني. الى معناها هو ناطينيا شنو? ناطينيا بالتقدير الدائر. ايضا نفس العلاقة راح نستخدم. اللي هو الباي. باي على مية وثمانين تساوي ثيتا على دي. نانا الثيتا عندنا معلومة اللي هي تو بوينت ستة باي. ايضا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين راح نحصل على اثنين بوينت ستة باي. مضروبة في مية وثمانين تساوي دي مضروبة في باي. اي بمعنى دي تساوي اثنين بوينت ستة. باي في مية وثمانين على باي. راح نختصر الباي مع الباي. راح يبقى عندنا مية وثمانين في اثنين بوينت ستة. بعد عملية الضرب حصلنا على الدرجة او القياس الظاهر امامك اللي هو اربعمية وثمانية وستين درجة. السؤال اللي الفرع اللي بعده ايضا حول الى التغيير الستيني واحد على اربعة باي. اذا هنا ايضا راح نستخدم نفس العلاقة نفس اللي هي تقول الباي على مية وثمانين تساوي ثيتا على دي. انت شنه هسل اللي عندك اللي عندك موجود بما انه يريد التحويل الى الستيني معناها واش عندك عندك انت الثيتا المعلومة. لاحظ هنا مكان الثيتا حوضنا واحد على اربعة باي. ايضا حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين وبعد التبسيط والاختصار حصلنا على اللي تساوي خمسة واربعين درجة طبعا هنا اه استاذ عبدالله احيانا هنا الواحد على اربعة باي تكتب باي على اربعة. باي على اربعة. لا اشكال في ذلك عادي. هذا المعتاد بي طبعا يعني سب المراحل الجاية راح اتمر عليه الطالب هذا الشكل. مثال زاوية مركزية قياسها ستين درجة. فما طول القوس الذي تقابله فما طول القوس الذي تقابله اذا كان طول نصف قطر دائرتها تسعة سنتيمتر. اذا اهنان عندي قياس الزاوية ستين. عندي قياس عندي نصف قطر الدائرة ولكن يريد من عندي قياس القوس. خلينا نرسمها شوي حتى توضح كفكرة. ممتاز استاذ هايثم ضروري الرسم. يعني التوضيح وليس مطلوب من الطالب. هنا انا عندي زاوية بهذا الشكل قياس هذه الزاوية هو ستين درجة. نصف القطر الدائرة هو تسعة سنتيمتر. هايثم نرسم دائرة اول شي. ولا زحم عليك. احسنت. نخلي الزاوية بالمركز وننطي شكل تقريبي. نعم. هذه ستين. اشرنا الاثنين وعشرين وين راح تصير. طول القوس. عدنا تسعة سنتيمتر اللي هو قطر نصف قطر الدائرة. هذا التسعة. اذا بقعدني المطلوب من اندي طول القوس. هذا طول القوس. نعم. اللي هو ال ال اللي مجهود. احسنت. طبعا الطالب راح يقول قبل قليل احنا استعرضنا قانون علاقة بين قياس زاوية ونصف القطر وطول القوس راح اقول له صحيح هو هذا اللي احنا راح نتبعه وراح نمشي عليه. نعم راح نمسح الدائرة حتى تكون عندنا واضح العمل مالاتنا. نعم. والرسم استاذ هايثم مطلوب من الطالب. لا لا هو التوضيح فقط استاذ عدد الله فقط التوضيح. عندنا هاي العلاقة. راح قبل هاي خلديه بس نوضح. هاي العلاقة. قياس الزاوية بالتقدير الدائر اللي هي الثيتا. الثيتا تساوي L على R. هذا. زين. اجاب هذا القانون عندنا وبدينا بيه بالحد. صح. ديش بدينا بهذا القانون. ديش ما بدينا هنا رأسا قلنا لثيتا تساوي ستين L على R. وستين يعني كأنه يقول لي الستين تساوي L على تسعة. وهنانا يا حاصل ضرب الطرفين. احسنت. ليش هنا بدينا بهذا القانون اللي يحول من قياس ستيني الى قياس دائري. لأن هذا القانون اللي لن نحشى عليه قياس زاوية بالتقدير. اللي هي فعلا ثيتا. اللي هي فعلا هي الثيتا. فلازم عندي ثيتا. انا هذا ش عندي هذا يقرأ الدي. فالدي ما يشتغلوا يا هذا القانون. طيب. استخدمت الخطوة الاولى اللي هو التحويل من القياس الستيني الى القياس الدائري. يعني هسا هنا هالخطوة مجرد هالي الستين صارت بهذه الطريقة اللي هي باي على ثلاثة. طبعا هنا ثيتا هاي المجهولة والدي معلوم. ووسطين. حاصل ضرب ووسطين ساوي حاصل ضرب الطرفين. حاصلنا على ثيتا تساوي باي على ثلاثة. هسا نلجأ للقانون اللي يقول قياس زاوية بالتقدير الدائري. هذي اخطاء هو يوقع بها الطالب. يقول القياس بالزاوية بالقياس الستيني ورأسا يجيبه ويعوضه. وبهذا القانون طلع لي طول القاوس او نصف القطر اذا كان مجهول. وبالتالي يخسر كل السؤال. هنا لازم عندك هذا يحكي على القياس بالتقدير الدائري. لذلك حولنا القياس الى التقدير الدائري. لاحظ هنا. هس هنا كتبناها جد هي باي على ثلاثة تساوي ال على ار. الار عندنا تسعة حاصل ضرب الطرفين ايضا يساوي حاصل ضرب الوسطين راح يطلع عندنا ال ال يساوي ثلاثة باي. نحن عندنا لثلاثة ال تساوي تسعة باي بالقسمة على ثلاثة راح اطلع ال ال يساوي ثلاثة باي. هنا ملاحظة جدا مهمة الطالب عادة الاستاذ عبدالله يعتمد يعتمد الباي هي مية وثمانين. وهذا نبهك عليها طالبنا العزيز طلبتنا العزاء. هنا انا دا اتعامل ويا طول قوس وطول نصف قطر. فمن توجد هذا القيمتين طول القوس او طول نصف عوض عن باي بثلاثة بوينت اربعة عشر. فلا يأخذ لنا كالوهم. اللي هي النسبة الثابتة اللي ما يعرفها بها العزيز. فرح نعرض بمكان الباي. لاحظ هذا الباي عوضنا بثلاثة بوينت اربعة عشر او ثلاثة بوينت مية واثين واربعين. بعد عملية الضرب حصلنا عليه طول القوس هو تسعة بوينت اربعمية وستة وعشرين. وميظر اذا ضربت بسل ثلاثة بوينت اربعة عشر. اكيد راح اطلع عندك لانا فرق شوية بالبوينتال. لكن ما عندنا مشكلة بالناتج. احسن. استاذ هيثم هنا ايضا خلي نرجع نرسم الرسم. لان دائما نحن الرياضيات يتهمونا بان الرياضيات مجردة وجافة. فما انت وسيلة على الاقل. مواقعية. مختبرية نقدر نسميها انه هو الرسم. فهسا صار عندي. انا الزاوية طلعت عندي. هي اصلا قياسها ستين. صح الولاء؟ هاي الزاوية هي قياسها ستين. ممكن ناخذ المحاور على المحاور استاذ هيثم. ولو. ونأكد عليك طالبنا العزيز ابدا انت ما مطالب بالرسم. لكن للتوضيح. نرسم المحورين. احسنت. بارك الله فيك ناخذنا دائرة ايضا. هاي الدائرة. لا استاذ نعم ناخذ القلم انه في الاخذة. ماكو مشكلة حتى يصير اه واضح. بلي عجبك استاذ هايثم. اخذ الى ايضا ونحط شوي يكون ممكن ادق استاذ عظيم. نعم. خينا لدي الرسم واردنا حتيك. الرسم دقيق لان مخرجنا شوية دقيق جدا. نعم. لدي الرسم بالدقة. وهو مشكور على ذلك. طبعا احنا كلش نشكرك. نعم. لا بدان بالعكس كلش عاشت لديك استاذ. استاذ علي. نعم. ناخذ لون اخر. لكن الدائرة نخلي المركبة احسنت. هذه هي الدائرة. هسا راح نرسم. الزاوية ستين استاذ. الزاوية مالتنا. خلي. لون اخر نعم. بارك الله فيك. لي يكون هاي الزاوية وان كان شوي يعني. خلي نفسها زاوية المحور. منطبق على المحور. ولو تعبنك استاذ هاي الزاوية ستين. هذه الزاوية. احنا راح نسميها الباي. على ثلاثة. على ثلاثة. احسنت. الزاوية طلع عندي تسعة. نأشر الزاوية. هذا هو الزاوية. نعم. اشرنا بالضبط حتى يشوف الطالب اللي هو طول القوس. نعم. هذا طلع تسعة بويت. أربعمية وستة وعشرين بالألف. تسعة بوينت أربعمية وستة وعشرين. هذا هو. في حين انه طول نصف القطر. لو قد نصف القطر إستاذ هايثم تسعة سنتيمتر. هو موجود تسعة سنتيمتر. غالية تسعة سنتيمتر. زين هنا طالب العزيز. معناتها طالع طول القوس. أكبر من طول نصف القطر استاذ هايثم. بوينت أربعة وستة وعشرين. إذا تشوف المثال اللي بعده أيضاً مثال زاوية مركزية طول قوسها 22 سنتيمتر وطول نصف قطرها 20 سنتيمتر فما مقدار قياسها الستيني طبعاً أكو ملاحظة مهمة اللي هو شنو معنى الزاوية المركزية إحنا درسنا بالصف الثالث المتوسط وعرفنا شنو الزاوية المركزية وعرفنا شنو الزاوية المحيطية الزاوية المركزية هي الزاوية التي يكون رأسها في مركز الدائرة إذن هنا أنا عندي زاوية مركزية المركز مالتها هو في رأس مالتها في مركز الدائرة طول قوس الدائرة أو طول قوسها يعني سوف نرسل رسم للتوضيح أيضاً هذه الزاوية مركزية طول قوسها 22 سنتيمتر هذا عبارة عن 22 سنتيمتر اللي هو يمثل عندنا ال-L ونصف قطر دائرتها 20 سنتيمتر هذا هو اللي يمثل عندنا ال-R يريد قياس هذه الدائرة جداً بسيطة بمجرد إيجاد تطبيق العلاقة اللي تقول الثيتا تساوي L على R راح نكتبنا القانون طبقنا هو 22 على 20 لكن هنا تطلع عندي زاوية نصف قطرية هو ش راد من عندنا؟ راد من عندنا أن يكون مقدار قياسها الستيني أي يريدها في القياس الستيني إذن إيش راح نسوي؟ إحنا وجدنا القياس القياس هو 22 على 20 راح نحوله إلى الستيني باستخدام هذا القانون اللي يحول بين القياس ينعلاقي بين القياس الدائر والقياس الستيني طي على 180 22 على 20 على دي بعد التبسيط راح يطلع عندنا أيضا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين حصلنا على القياس الستيني للزاوية هو 63 درجة إذن هذه راح تحصل على هذا القياس الزاوية راح يكون عندنا 63 درجة هذا بالقياس الستيني الأسئلة جميلة حلوة كلش طبعا واضحة بالنسبة إلى الطالب مثال آخر طول القوس المقابل لزاوية مركزية مقدارها 35 درجة يساوي 5 سنتيمتر فما نصف قطر دائرتها يعني الأمثلة متنوعة مرة نطاني نصف القطر ونطاني قياس الدائرة أراد قياس القوس ومرة نطاني القياس القوس ونطاني نصف القطر أراد إيجاد الزاوية لكن بالقياس الستيني وجدت ليها بالقياس الدائرة وحولت إلى القياس الستيني أما هنا فيريد من عندي نصف القطر نعطيني الزاوية ونعطيني القوس طول القوس اللي هو ال L لكن هنا الزاوية اللي ناطينيها أكيد راح يقول بما أنه عندي زاوية وعندي طول القاوس إذن راح أطبق القاعدة وقانون يقول ثيتا تساوي L على R أي طول القاوس على نصف القطر لكن لاحظ هنا هذا القانون يدعي تتكلم عليه ما يشتغلوا به هذه الزاوية لا يمكن تطبيقها مع الزاوية لمنها الزاوية بالقياس الستيني إذن الخطوة الأولى راح أحول من قياس الستيني إلى قياس دائري راح نحول هاي الزاوية فراح نقول لثيتا على 180 باي على 180 ساوي ثيتا على دي أيضا عوضنا حاصل ضرب طرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين حصلنا الثيتا اللي هي 35 درجة تساوي 35 باي على 180 زيب هنا بعد ما بسطناها راح نجي نعطبق القانون الثيتا تساوي L على R أي 35 باي على 180 تساوي 5 على R أيضا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين لا طبعا اختصارات نقدر نقتصر هذه بيها 7 هذه بيها 1 واختصارات والضرب بالنسبة ثابتة اللي هي الباي هي 3.14 حصلنا على ناتج 7.8 سنتيمتر هذا هو طول نصف قطر هذه الدائرة إذن خلينا نرسمها أيضا هذا هو L المجهول عندنا R يساوي 5 سنتيمتر وعندنا قياس الزاوية اللي هو 35 درجة وجدنا L طلع عندنا 7.18 لكن هنا أستاذ بلعك أستاذ هايثم يمكن طول نصف القطر عفوا هنا المطلوب هذا هذا R اللي هو مجهول R R مجهول والL يساوي 5 سنتيمتر فأوجدنا نصف القطر طلع عندنا 7.18 أي هنا عندنا طلع عندنا أقل من زاوية نصف قطر نعم أحسنت ننتقل إلى حل تمارين 3.1 طبعا ما راح التمارين ما راح تروح بعيد عن هذه الأفكار خلينا نشوف اش راح نقدر نحل من التمارين تمارين 3.1 حول إلى التقدير الدائري كل من قياس الزوايا الآتية إذا راح يطيني زوايا وهذه الزوايا بالتقدير الستيني ويريدني أحولها إلى التقدير الدائري خلينا نشوف المثال الأول وسؤال الأول هنا أول سؤال يقول 30 درجة يريدني أحول هذه 30 درجة إلى التقدير ال شو راح نستخدم نستخدم هذا القانون باي على 180 يساوي ثيتا على دين باي على 180 الثيتا هو يريدها والدين أطينيها وتساوي 30 حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين 30 نعم الصد هيثم يؤدي يؤدي نعم 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 بل الضبط يؤدي نعم 30 باي على 180 طبعا هنا نختصار على 30 ها بيها واحد 180 على 30 بيها 6 فحصلنا الثيتا تساوي باي على 6 هذه زاوية نصف قطرية إذن 30 تساوي باي على 6 راح نشوف السؤال البعض أو الزاوية اللي بعدها اللي هي 120 أيضا نفس هذا القانون لاحظ هذا القانون نفس استخدمنا مرة أخرى لكن حوضنا مكان دي ب120 أيضا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين راح يؤدي إلى الثاني ثيتا تساوي هنا أيضا بعد الاختصار هذا 60 هنا على 60 هذه بيها 2 وهذه بيها 3 إذن الثيتا تساوي 2 باي على 3 من الزاوية النصف قطرية اللي بعده هو الـ 15 درج 15 درج أيضا باستخدام القانون باي على 180 تساوي ثيتا على 15 إذن الثيتا تساوي 15 باي على 180 بعد الاختصار راح يكون عندنا ثيتا تساوي باي على 12 زاوية النصف قطرية الزاوية الأخرى اللي هي 300 أيضا استخدمنا القانون اللي نفس العلاقة اللي هي باي على 180 تساوي باي على ثيتا على 300 طبعا هل راح تساوي ثيتا هي المطلوبة إذن ثيتا تساوي 300 باي على 180 أيضا بعد الاختصار وممكن طالب اختصار بهذه الطريقة على 30 عفوا على 6 هذه بيها 5 وهذه بيها 3 إذن 5 باي على 3 إذن الثيتا تساوي 5 باي على ثلاثة زاوية نصف قطرية هذه الأمثلة أتمنى منك عزيز الطالب أنك تحاول تحل بإيدك الرياضيات ما يجي مستحيل أنك تضاوى على مدرس أو تقرأ شفهي إذا ما تحاول تطبق القوانين بإيدك وتخطأ مرة مرتين حتى بعدين تعبر هذا الخطأ اللي ممكن تترب إلىه إن شاء الله سؤال الثاني من التمارين حول كل من الزوايا النصف قطرية الآتية إلى التقدير الستيني أي بمعنى راح يكون عندي قياس الزوايا هو قياس بالقياس الدائري وراح يريدني أوجد هذا القياس بالقياس الستيني أكيد الحلوى نفس العلاقة اللي راح نبدأ بيها اللي هي باي على 180 تساوي ثيتا على دي راح نشوف إش راح يصنع لدينا أول مثال ثلاثة باي على خمسة هذا هو السؤال مالث ثلاثة باي على خمسة باستخدام هذه العلاقة راح يعوض مكان الثيتا ثلاثة باي على خمسة أيضا هنا بعد طريقة التحويل اللي هي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين وبعد الاختصار والتبسيط حصلنا على قياس الزاوية يساوي 108 إذن اللي ثلاثة باي على خمسة هي 108 درجة بالتقدير الستين الزاوية الثانية خمسة باي على ستة ناني الخمسة باي على ستة أيضا باستخدام العلاقة نفسها حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين ثم التبسيط أشر بلازة بسال لأن الوسطين في الطرفين دي في باي بلازة ما عليك نعم هذول الطرفين وهذول هم الوسطين نعم يعني دي في باي تساوي خمسة باي على ستة في مئة فحتى اتخلص من باي اللي يم الدين اضرب في واحد على باي أو اقسم على باي تنتهي طلع عندنا هنا دي تساوي 150 هذه إذا كانت الزاوية خمسة باي على ستة الزاوية الأخرى اللي هي الباي على ثلاثة طبعا باي على ثلاثة قبل قليل بالأمثلة حولناها مرتين مرة من الستين طلعت باي على ثلاثة ومرة حولناها أيضا باستخدام نفس العلاقة حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين راح تكون عندنا أن دي تساوي باي على ثلاثة في 180 مقسومة على باي نانا راح نختصر الباي تختصر مع الباي الثلاثة مع المية وثمانين نبقى عندنا فقط ستين وهذا اللي خبل قليل طلع عندنا الباي بارك الله بيكو يا ريت الخطوة اللي فوقها بالضبط تدي شون الباي مع الباي هذه أيضا الباي مع الباي الستة مع المية وثمانين وهذه بها واحد وهذه بها ثلاثين وخمسة ضرب ثلاثين راح اطلع عندنا مية وخمسة احسنت الواحد على ثلاثين يريدني هذه ناطينيها بالقياس الضائر يعني واش قال حول كل من الزوايا النصف قطرية إلى التقدير الستين معناها هذا قياس دائر هنا الساد هيثم خلي شوي أوضح طلبة هنا ثلاث قد تتساءل ما كتبوا إياها باي صح لو لا عسد نعم ساد عبدالله يعني لو تلاحظ الزوايا الثلاثة الأولية شنو معناتها معناتها مثلا إذا عندك طول القوس واحد كان نصف القطر ثلاثة إذا عندك طول القوس اثنين كان نصف القطر ست فثلث زاوية نصف قطرية احنا قلنا زاوية نصف قطرية أن طول القوس يساوي طول نصف القطر يعني ساد عبدالله ليس من الضرور زاوية نصف قطرية بها رمز البايل في هذه الحالة أنا أتكلم حسنا ساد هيثم نعم فشكرا إليك هيا هسا نكمي هنا أيضا حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين إذا راح يكون عندنا اللي يساوي واحد على ثلاثة في مئة وثمانين مقسوما على الباي أيضا بنفس الطريقة راح نقدر نختصر طبعا هنا الثلاثة بيها واحد والمئة وثمانين بيها ستين راح نحصل ستين على باي مكان الباي هو شقير عوضنا ثلاثة بوينت أربعة نانا بعد عملية حسابية بسيطة وهي القسمة قسم ستين تقسيم ثلاثة بوينت أربعة طعش مثل ما تعلمنا بمراحل سابقة حصل على دي ساوي تساة عشر بوينت عشر المثال أو السؤال التمرين الثالث عندنا قياس زاوية مركزية في دائرة خمسة على ستة إذن هذه قياس زاوية مركزية من الزوايا النصف قطرية تعتبر ثيتا أم تعتبر لا أكيد راح نعتبرها ثيتا ليه شيء قال من الزوايا نصف قطرية نعم تقابل قوس طوله خمسة وعشرين سانتيمتر إذن عندنا طول القوس اللي هو هنا أنا راح نعتبره اللي هو الأو يساوي خمسة وعشرين سانتيمتر جد نصف قطر تلك الدائرة يعني المطلوب من عندنا شنوه؟ المطلوب من عندنا هو الار هل هنا راح نحتاج بهذا السؤال إلى تحويلات لو رأسا راح نطبق العلاقة اللي تقول ثيتا تساوي L على R أكيد هنا بما أنه راح أباو على الزاوية ماتي بالقياس الدائري إذن ما يحتاج أن أجري تحويلات إلى قياس الستين إن هو القانون يشتغل على القياس النصف قطري قياس الدائري فرح رأسا ننزل القانون ثيتا تساوي L على R من عنده الخمسة على ستة اللي هو هذا يمثل منه يمثل الثيتا يساوي L خمسة وعشرين والR هو المجهول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين فرح يطلع عندنا الR طبعا عندنا خمسة R تساوي خمسة وعشرين في ستة أي R تساوي ستة في خمسة وعشرين على خمسة هنا أنا بالاختصار هذه بيها واحد هذه بيها خمسة ستة في خمسة يطلع ثلاثين سنتيمتر هذا هو النصف القطر اللي هو الR اللي مطلوب بهذا السؤال ما طول القوس المقابل لزاوية مركزية قياسها مية وخمسة وثلاثين في دائرة نصف قطرها ثمانية خلينا نشوف ما طول القوس إذن اللي مطلوب من عندي هو الR في زاوية مركزية قياسها مية وخمسة وثلاثين درجة معناها هذه الثيتا أم دي لا هذه هي دي لأن شنو قياس بالدرجات في دائرة نصف قطرها ثمانية أي بمعنى الR يساوي ثمانية هنانا بهذا السؤال نقدر نطبق العلاقة مباشرة نقول للثيتا تساوي L على R أم ما نقدر نطبقها بما أنه قياس الزاوية بالقياس الستيني إذن لازم أول خطوة نحول إلى القياس الدائري فرح نشوف شور راح تتم التحول بهذه العلاقة اللي لنشتغل عليها العلاقة العملاقة اللي درسنا كله اليوم إحنا باستخدامها إذن راح يكون عندنا باي على مية وثمانين تساوي ثيتا على D عوضنا مكان D مية وخمسة وثلاثين وأيضا راح نجري تبسيطات حصلنا على ثيتا تساوي ثلاثة باي على أربعة بعد ما عوضنا أستاذ هيتم يا ريت بس تأشر لأن الطالب واضحة عنده بس الشاشة فمن تأشر يكون متابع معك إذن هنا قلنا حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الوسطين فيطلع مية وثمانين ثيتا يساوي مية وخمسة وثلاثين باي معناها الثيتا تساوي مية وخمسة وثلاثين على أشر يعني نقصد مية وخمسة وثلاثين باي على مية وثمانين هنا طبعا بعد ما راح يكون عندنا اختصار بين المية وخمسة وثلاثين وبين طبعا هي الاختصار صار على الخمسة واربعين طبعا على خمسة يختصر يعني على أي شي هنا على خمسة واربعين هذه بيها أربعة وهذه بيها ثلاثة ثلاثة باي على أربعة ظهرت عندنا زاوية بالقياس الثيتا اللي هو القياس النصف قطرية ايه بالقياس الدائري. هو الشيء اللي من عندي يريد من عندي مطلوب من عندي ايجاب طول القوس اللي هو الال. اذا نجيب العلاقة شو هنا طلعت زاوية نصف قطرية. العلاقة ما لاتنه? راح يقول ثيتا تساوي ال على ار. هس هنا نقدر نستخدم العلاقة بمباشر لان عندنا زاوية بالقياس النصف قطري وعدنا ال هو المجهول وعدنا الار معلوم. فهنا راح نجي نعوض. راح طلع عندنا ثلاثة باي على اربعة. هذا اللي هو مكان ثيتا. ال ال هو المجهول والار هو الثمانية اللي جيبناه مناه هو نصف القطر. هنا حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. اي بمعنى ثلاثة باي مضروبة في ثمانية تساوي اربعة ال. اذا ال ال يساوي ثلاثة باي في ثمانية على اربعة. اذا راح يكون بهذا الشكل. ال ال يساوي ثمانية في ثلاثة باي على اربعة. ايضا هنا راح نختصر. هذه بيها واحد. هذه بيها اثنين. اثنية في ثلاثة طلع عندنا ستة باي. احسن. ستة باي مكان الباي عوضنا بثلاثة بوينت اربعة عشر. فراح نصير ستة في ثلاثة بوينت اربعة عشر. طلع عندنا ال ال يساوي ثمانتعش بوينت اربعة وثمانين سانتي متر. هذا هو طول القاوس اللي هو طلبه من عندنا ما طول القاوس المقابل لهذه الزاوية. والنصف قطر الدائرة يساوي ثمانية سانتي متر. ان شاء الله تكون وصلت عندك الفكرة انه مثال اخر او سمرين اخر ان شاء الله اللي هو زاوية مركزية طول قاوسها تسعة بوينت اثنين واربعين. اي بمعنى هنا بمعنى هو قالك طول قاوس عندك ال ال سانتي متر. وطول نصف قطر دائرته ستة سانتي متر. اذا عندك الار هو ستة سانتي متر. فما مقدارها بالتقدير الستيني يعني يريد من عندك دي. احنا ما عدنا علاقة توجد لي مباشرة توجد لي التقدير الستيني. انا اقدر اجد قياس هذه الزاوية بالتقدير الدائري. فخليني اوجدها بالتقدير الدائري. ثم بعد ذلك احول التقدير الدائري الى التقدير الستيني. اذا الثيتا تساوي قانون مالتنا ال على ار. ال ال هو تسعة بوينت ثين واربعين. الار هو ستة بعد القسمة تسعة بوينت ثين واربعين. مقسوم على ستة طلع واحد بوينت سبعة وخمسين زاوية نصف قطرية. اذا انطلعت الثيتا بالتقدير الدائري. طبعا لو ما استدوقها اللي هناني فما مقدارها بالتقدير الدائري. خلص. خلص. نعم احسن. لكن هنا اللي ايجي هو هذا بالتقدير الستيني. يسا الخطوات راح تجي. الساد هيثم هنا ايضا خلى سجل ملاحظة. هسا يمكن صار واضح عدة الطالب انه هسا مباشرة يقدر يتخيل الرسم. هسا واحد وسبعة وخمسين زاوية نصف قطرية. معناتها طول القوس مالتك اكبر ترى من نصف القطر مالك بسبعة وخمسين. بالمئة. بالمئة. صح لو لا عسر ممنون. يعني تقريبا زاوية ونصف. نعم بالضبط. هنا انا راح يكون عندنا راح نستخدم هذا القانون. الباية على مية وثمانين تساوي ثيتا على دي. الثيتا معلومة عندنا واللي دي هو اللي مطلوب بعد ما راح نحوض. ايضا نفس العملية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب. الوسطين راح يطلع عند دي مية وثمانين على في واحد بوينت سبعة وخمسين على ثلاثة بوينت ارباطعش اللي هي قيمة الباي بعد ما راح نبسط راح نحصل على الزاوية مالتنا اللي هي تسعين درجة. هذي قياس الزاوية بالتقدير الستين. هنا صاد هايثم اختصرنا الواحد وسبعة وخمسين مع الثلاثة وربعة وقسمنا طلع. طبعا بعملية حسابية استاذ عبدالله. نعم. هنا راح يعني قدرنا نوجد القياس هذه الزاوية. طبعا اه نشكر الاستاذ المشرف الاختصاصي الاستاذ عبدالله على رحامه الصدره وعلى مداخلاته الجميلة ويانه. وعلى اه يعني اه يعني اه يعني اضاف للدرس في ادنكه كلش حلوة. شكرا استاذ. ومعلومات جدا جميلة. ممنون منك شكرا. احنا نشكر اكستاذ عبدالله. بسم الطلاب كلهم وانا اشكر اي. بالعكس بالعكس صد هيتام شكرا لك والختام معك ان شاء الله. اياك الله. نشكر الكادر اللي رافقنا لهذا اليوم من مخرجين ومصورين وفنيين الى درس اخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.